الله أكبر إياك نعمه وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين وإذ استسقى موسى لقومه فقل نقرب بعشاك الحجر فانفجرت من أثنى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشرقوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إذ بقوا مصرا فإن لكم ما سألتم وغيبت عليهم الذرة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا نفاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوةه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فجعلناها لكانا لما بين يديها وما خلفها وموعرة لنتقين الله شكرا 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين وإذ قال نسى لقومه إن الله يأبركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لم تدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كاتوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاترأتم فيها والضاب مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا اطربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاوة أو أشد قسوة وإن من الحجاوة لما يتفجوا منه الأنهار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرهون وما يعلمون وإنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأعاقت به خطيئتهم فأولئك أصحاب النار هم فينا خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا نذاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القبة واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا نذاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تغالرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيارة يودون إلى أشد العذاب وموضوا بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتووا العياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة